حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو اولاك بالنعمة وابو اولاك بذنبي فاخفر لي انه لا يغفر الله ذنوبا الا انت قال ان قالها بعدما يصبح موقنا بها ثم مات كان من اهل الجنة وان قالها بعدما يمسي موقنا بها ثم مات كان من اهل الجنة حسن اسماعيل بن ابراهيم حدثنا خالد عن ابي قلبت عن ابي الاشعث عن شداد بن أوسن انه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان وهو اخذ بيدي فقال افطر الحاجم والمحجوم حان اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلبت عن ابي الاشعث عن شداد بن أوسن قالت انتني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لها عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته حسن روح قال حدثنا الاوزاعي عن حسن ابن عطية قال كان شداد بن أوسن في سفر فنازل منزلا فقال لغلامه اأتنا بالشفرة نعبث بها فانكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ اسلمت الا وانا اختمها وازمها الا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا مني ما اقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان زناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك واسألك حسن عبادتك واسألك قلبا سليما واسألك لسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب حسن عبد الرزاق قال معمر اخبرني ايوب عن ابي قلبة عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن أوسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قالا ان الله عز وجل زوالي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوية لي منها واني اعطيت الكنزين الابيض والاحمر واني سألت ربي عز وجل لا يهلك امتي بسنة بعامة وان لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وان لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض وقالا يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني قد اعطيتك لامتيك لامتيك ان لا اهلكهم بسنة بعامة ولا اسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يصبي بعضا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اخاف على امتي الا الا امة المضلينة فاذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنهم الى يوم القيامة حدنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوبا عن ابي قلابتا عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوسن قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين انه قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحدى احدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته حفظنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوبا عن ابي قلابتا عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن شداد ابن اوسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحجوم حفظنا هيثم ابن خارج تحدثنا اسماعيل ابن عياش عن راشد ابن داود الصنعاني عن ابي الاشعث الصنعاني انه راح الى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد ابن اوسن والصنى بحي معه فقلت اين تريداني يرحمكما الله قال نريد ها هنا الى اخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف اصبحت قال اصبحت بنعمة فقال له شداد ابشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول اني اذا ابطليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابطليته فانه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا ويقول الرب عز وجل وجل انا قيدت عبدي وابطليته واجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح حثنا يزيد بن هارون حدثنا عاصم الاحوال عن عبدالله بن زيد ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن شداد ابن اوس قال ماررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فابصر رجلا يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم حثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبدالواحد بن زيد اخبرنا عبادة بن نسين عن شداد ابن اوس انه بك فقيل له ما يبكك قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فابكاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخوف على امة الشرك والشهوة الخفية قال قلت يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك قال نعم اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يرؤون باعمالهم والشهوة الخفية ان يصبح احدهم صائما فتعرضوا له شهوة من شهوته فيترك صومه حثنا الحكم بن ناف عن ابو اليمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد قال حدثني ابي شداد بن اوسين وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني اهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فامر بغلق الباب وقال ارفعوا ايديكم وقولوا لا اله الا الله فرفعنا ايدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وامرتني بها ووعدتني عليها الجنة وانك لا تخلف المعادة ثم قال ابشر فان لها عز وجل قد غفر لكم حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن راشد بن داود عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن اوسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون من بعد ائمة يميتون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة حانى علي بن اسحاق قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا ابو بكر بن ابي مريم عن ضمرة ابني حبيب عن شداد بن اوسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله حانى يونس حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوسين قال بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لثماني عشرة مضت من رمضان وهو اخذ بيد فمر على رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم حدثنا محمد بن يزيد حدثنا ابو العلاء يعني القصابة عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن شداد بن اوسين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال وذاك لثماني عشرة خلون من رمضان فابصر رجلا يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصمين الاحوال عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصمين الاحوال عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن اوسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم حدثنا هشيم اخبرنا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدن احدكم شفرته وليلح ذبيحته حدنا محمد بن فضيل عن داود بن ابي هند عن عبدالله بن زيد وهو ابو قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن اوسين قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وانا احتجم في ثماني عشرة خلونا من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم حدنا محمد بن ابي عدي حدثنا حسين يعني المعلم عن عبدالله بن بريدة عن بشيري بن كعب عن شداد بن اوسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو اولاك بنعمتك علي وابو اولاك بذنبي فاخفر لي انه لا يغفر اللذ نوبا الا انت قال من قالها بعد ما يصبح موقنا بها فمات من يومه كان من اهل الجنة ومن قالها بعد ما يمسي موقنا بها فمات من ليلته كان من اهل الجنة حدثنا عبدالصمد قال حدثنا ابي حدثنا حسيني عن ابن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي ان شداد بن اوسين حدثه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار فذكر الحديث حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابو مسعود الجريري عن ابي العلاء بن الشخيري عن الحنظلي عن شداد بن اوسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يأوي الى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل الا بعث الله عز وجل اليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متهب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا او قال في دبر صلاتنا اللهم اني اسألك الثبات في الامر واسألك عزيمة الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم حثنا يزيد بن هارون اخبرنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن ابي الاشعث الصنعاني قال ابي حدثنا الاشياب فقال عن ابي عاصمين الاحول عن ابي الاشعثي عن شداد ابن اوسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الاخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثنا شعر يعني ابن حوشب حدثني ابن غنمين ان شدد ابن اوسن حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا شرار هذه الامة على سنن الذين خلوا من قبلهم اهل الكتاب حذو القذة بالقذة حانا حسن بن موسى قال حدثنا قزعت قال حدثني حميد الاعرج عن الزهري عن محمود بن لابيد عن شدد ابن اوسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتكم فاغمدوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال اهل الميت حتنا حسن الاشياب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا هو عبيد الله ابن المغيرة عن يعلى بن شدد ابن اوسن قال قال شدد ابن اوسن كان ابو ذر يسمع الحديثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج الى قومه يصلم لعله يشدد عليهم ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه بعد فلم يسمعه ابو ذر فيتعلق ابو ذر بالامر الشديد حسن اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلابة عمن حدثه عن شدد ابن اوسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في البقيع لثمان عشرة خلط من رمضان وهو اخذ بيدي فقال افطر الحاجم والمحجوم حان محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعفي عن شدد ابن اوسن قال حدثن حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدى احدكم شفرته وليرح ذبيحته حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال قال شهر ابن حوشب قال ابن غنمين لما دخلنا مسجد الجابية انا وابو الضرداء لقينا عبادة ابن الصامت فاخذ يميني بشماله وشمال ابي الضرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله اعلم فيما نتنجى وذاك قوله فقال عبادة ابن الصامت لان طالبكما عمر احدكما او كلكما لا يوشكن ان تري الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فاعاده وابداه وحلى حلاله وحرم حرامه ونازل عند منازله او قرأه على لسان اخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فاعاده وابداه وحلى حلاله وحرم حرامه ونازل ونازل عند منازله لا يحور فيكم الا كما يحور رأس الحمار الميت فقال فبين نحن كذلك اذ طلع شداد بن اوص وعوف بن مالك فجلسا الينا فقال شداد ان اخوى فما اخاف عليكم ايها الناس لما سمعتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك فقال عبادة بن الصامت وابو ادرداء اللهم غفرا او لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا ان الشيطان قد يأس ان يعبد في جزيرة العرب فاما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهوتها فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد فقال شداد ارأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل او يصوم له او يتصدق له اترون انه قد اشرك قالوا نعم والله انه من صلى لرجل لرجل او صامى له او تصدق له لقد اشرك فقال شداد فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرأي فقد اشرك ومن صام يرأي فقد اشرك ومن تصدق يرأي فقد اشرك فقال عفو ابن مالك عند ذلك افلا يعمد الى ما ابتغي في وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به فقال شداد عند ذلك فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول انا خير قسيمين لمن اشرك بي من اشرك بي شيئا فان حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي اشرك به وانع عنه غني موسيقى موسيقى موسيقى